لا تبدو حظوظ واشنطن في جمع تحالف دولي لتأمين ما تسميه سلامة الإبحار في مضيق هرموز وافرة كما أن المعطيات حتى الآن تشي بعدم نجاح بريطانيا في إنشاء تحالف أوروبي لتأمين سلامة الممرات البحرية من اليابان بدأ الحسم كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني وشهيد سوجة أكد أن بلاده لا تدرس إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى تحالف بحري مقترح بقيادة واشنطن في الشرق الأوسط وقال أنه لا تغيير في موقف توكيو الحالي بعدم المشاركة روسيا من جهتها أكدت تأييدها فكرة الأمن الجماعي في المنطقة نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوف قال أن موسكو لم تتلقى أي مقترحات من الولايات المتحدة نافيا أن يكون شخصيا قد فهم ما يقترحه الأمريكيون وأكد التمسك بمفهوم بلاده للأمن الجماعي في الخليج مصادر مطلعة كانت قد ذكرت لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة تواجه بالفعل صعوبة في كسب دعم حلفائها لمبادرتها والسبب المخاوف من أن يزيد ذلك من التوتر مع إيران إذ قال مسؤول دبلوماسي لرويترز أنه لا أحد يريد أن يكون على هذا المسار التصادمي وضمن حملة أمريكية ضد إيران مسؤول غربي كبير في بكين أكد أن الصين لا يمكن أن تنضم إلى تحالف بحري فيما أفد مسؤول كوري جنوبي رويترز بأن واشنطن لم تقدم بعد أي طلب رسمي كما أن مشاركة الهند وباكستان مستبعدة لأكثر من سبب سياسي واقتصادي دول أوروبا الغربية بدورها مشاركتها مستبعدة على الأقل الدول الكبرى منها كألمانيا وفرنسا لأن مشاركتها ستعني وقف إيران التزامها كليا بالاتفاق النووي أما بالنسبة إلى الدول العربية فكذلك من المستبعد مشاركة غالبيتها باستثناء السعودية والبحرين